هذا ويشكل التدخل القطري في الشأن الداخلي الليبي أزمة متراكمة لعدة سنوات وقد شكل ملف المساعدات الإنساني ذريعة قطر المناسبة لبسط نفوذها وإتمام تدخلها في الشأن الليبي بسم الله نحن الحين نفتح المبنى استفارة الكطرية في طرابلس في أول أيام من التحريق ودخلنا من ضمن مجموعة زنتع حين الآن قد طرابلس في مبنى استفارة الكطرية مجموعة الداخلي لتقوّر خاصة نيد اللي كانت وجودة في الجبل الغبي في ضياءات السنتان قلت لأيامهم حين المستاعين وانيد البكوش وانيد البكوش دائلنا في طرابلس وانيد البكوش قمص عندنا سيكون وخة وخة متاني بشتطور بط بط الباب قمصة 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 اشتركوا في القناة